بداية تتجدد مخاوف سكان واد شعيب ببلدية عين السلطان في أولاية عين الدفلة مع كل تساقطات مطارية بسبب الفيضانات التي تشهدها المنطقة كلما تسقطت الأمطار وزيادة منسوب مياه الوادي المحاذي للقرية والذي يتسبب في خسائر مادية للسكان إضافة إلى اهتراء طرقات المنطقة أيضا مواطنو واد شعيب عبروا عن غضبهم من غياب السلطات المحلية والتي لم توفر لهم أبسط الضروريات المزيد رصده لنا بلال شرفاوي خاوتي رأينا مضرورة في الطريق هذه نهارا الاشتاء الولي يحمل علينا يحملنا بزيف وعلينا في معالمات بزيف أنا ما نقلش نطبع في هذه الأرض حتى يطبع بي الناس خاوتي نطلب من السلطات تدخل رئيس الولي والي والي تعين دفلاء رئيس الدائرة المير رمو عندنا 15 سنة يا هذا الطريق مكش مجولينا ما شفوا نرم دارينا واد احنا الواد الذرالي منهيه يا مغابنا مينجموشي قطعو مكن حتى حاجة في ذا القرية انتعنا ان شاء الله مكن والو رأي مما رأي مهيونك احنا رأنا مغابنا وفق لازم لا الهي الله محمد رسول الله اسماني اللي فات التاح المطر انا بنفسي يعود بالأي من كلمتانا حتى رفدوني الرجلات للخطرات ملمق وعلى ربي قال هاك مشكلة لأكلينيك لأكلينيك انا اذنى شيء اذنى شيء انها ثلاجة والله ما تسافيها ثلاجة بيحطوا فيها الفاكسة تأذراري مكاش عشينا كنا كانت عندنا احنا اللي كانت عندنا الناس جي عندنا دير الفاكسة حتى عشينا احنا نروحوا عند الناس نديروا الفاكسة ترجمة نانسي قنقر